موسيقى بسم الله والسلام على رسول الله اسمي مونير عبد الحمد العرواني من اليمن من محافظة اب وهذا اخي حمير عد عرواني ايضا من ساكنين في اب جينا قبل شهر ونصف الى مدينة بانجلور الى مستشفى اسبارش وهو يعاني من حالة الصرع هو الكهرباء الزائدة في الدماغ او ما يسمى بالانجليزي طبعا اول ما وصلنا الى بانجلور والتقلنا مع الدكتور رجيش وبعد ذلك الدكتورة جيبيريا والدكتور راجز بندرا وتكلمنا على المشكلة الاساسية للإبليبسي او الصرع انا ذهبت الى مستشفى اخرى موجودة في بانجلور واعتقد انه افضل تشخيص وافضل ناس تعملوا معي بالجانب الطبي هم الدكاترة الذي ذكرنا اسمهم قبل قليل واقتلعت بآرائهم كل الابتنع صراحة وبالنسبة لهم يعني صراحة اخذوا وقت مننا كبير جدا للفحص والتدقيق بالمشكلة الطبية الى ان احنا خرجنا في حل مرضي ورائع جدا من حيث ناحية الطبية انه لما عملنا العملية بالدماغ كانت عملية خطيرة جدا لانهم يعني يساعدون كثير في تشخيص الحالة بكل تفاصيلها طبعا كما ذكرنا انفا انه التشخيص اخذ مننا فترة طويلة جدا الى انه كان لصالح المريض للامانة وبالنسبة للعملية الذي شارك فيها الدكتور هريش كانت من انجح العمليات في رأيه انه الى الان اخي بعد سبوعين من العملية وتنقيس العلاج لانه كان يخذ جرعات عالية جدا ويجي لها تأتي لها الحالة الى السرع الان بدلنا نقص العلاج بعد العملية والحالة لم تأتيه وهو في اتمسح والعافية والله الحمد بالنسبة للطاقم الطب بالنسبة للعملية اولا عملية طبعا كانت تمدتها طويلة جدا اكثر من ثلاث ساعات تقريبا او ثمان ساعات وقليل وجد اخي رعاية عالية وكفاءة عالية من كل الطاقة من اصغر موظفنا الى على موظف كذلك طبعا لما نزل من غرفة العمليات كان الطاقم الطبي صراحة رائع جدا بالتعامل رائع جدا في الخدمات حقهم بالتغذية بمتابعة العلاجات بكل التفاصيل الذي يمكن ان تقال يعني انه مستشفى فعلا ويجدنا فيه خدمة رائعة جدا وانا بدوري هنا اشكر كل الطاقم من اطباء وطاقم اداري وطاقم تبريضي الجميع ما شاء الله ساهموا وكان يعني انهم ساهمة رائعة جدا وخدمات رائعة جدا اشكر الجميع طبعا المشكلة حق الصراع الذي كانت واجع اخي هي منذ الطفولة تقريبا الشهر السادس بعد مرض الحماء وكان فيه تورم في الرأس بعد ذلك بدأت لها الحالة واستخدم العلاجات المتفرقة بكل الانواع الذي كانوا يدلون عليها الدكاترة سافلنا الى احدى المدن العربية من شان العلاج لكن ما استفدناش كثير ايضا في اليمن جربنا كثير من الطباء حتى وصلنا الى مرحلة من المراحل ان العلاج ما عدي فيه فقط العملية الجراحية والتدخل الجراحي هو الحل الوحيد مع ان عمليات الدماء كانت خطيرة بالنسبة لمفهومنا انه ربما تسبب الاعقار الكلام بالسمع بالبصار بالحركة كان فيه خوف شديد جدا ايضا اذكرها مرة الثالثة انه كان التشخيص دقيق وعالي جدا انه اخذ منا وقت وجهد كبير لدرجة انه كنا نستغرب ليش لكن كان فيه صالحنا ولما عمل العملية كان ايضا فيه مخاوف والحمد الله كانت مخاوفنا ذهبت يعني لما شبنا الوليد تحسن بالعلاج وما جاهدوش الحالة وكل الوظائف على افضل ما يرام اشكرا الجميع بالنسبة لحالة الابلبسية او الصرع للامانة انا كان في معي ابن صديقي المقرب وايضا اخو زبيلي وقد بدأت يعني دعتهم الان يأتوا الى مستشفى سبارش لكفاءة الدكاترة والخبرة العالية ودقة التشخيص في هذا المستشفى ونصيحتي للجميع الذي يعني لديهم نفس الحالة هذه الاصرع ان يأتوا الى مستشفى سبارش لان الدكاترة هنا دو خبرة عالية والله الحمد اشكرا الجميع مرت عندها بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والله والسلام عليكم ابن محمد نبدأ نشكر الطاقة من الاني لهذا المستشفى على اهتمامهم بي بامانة كان اهتمام جيد رعاية جيدة تم اهتمامي من اول الحالة الى اخر الحالة في الصراعي كان اهتمامهم وعنايتهم بي بعلاجاتي بأداءاتي جميع حالتي نراقبها تماما من اول الحالة الى اخر الحالة ونشكرهم جزيرة شكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة